وتعالوا نبتدي مع أم عبد الرحمن من الإسماعيلية أم عبد الرحمن أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد سنة كنت أسأل أحدك في المشكلة الزوجية لو سمحت كل سنة وأنت طيبة الأول أحدك طيبة السلامة هي متخصنيش بصراحة هي متخصنيش أنا شخصياً بس أنا متدخلة فيها يعني طيب هو دلوقتي هدك في طبع الجماعية الخيرية إحنا بنشتغل فيها في واحدة مستحقة للمعاملنا الشهرية أوكي بتشتغل يعني بيبيع عسلية على الرصيف وكده هي وأطفالها الرضا فأنا لما سألتها عن ظروفها وكده وقعت لي أن هي جوزها طريدها ببرا البيت وطرابها وكده فطب مش هايزين قسمت الطلاق عشان طلع لها ماشي سسناء قعت لي لأ ما هو يعني وافع على الطلاق وطلع ده برا البيت بس رفض أنه يروح يسجل الطلاق عند المأزون عشان ده هيكلف لوس وقال لها تفع يمسي وهي ستة غلبانة ومع هاش طبعا تدفع فقعدها بتبيع عسلية على الرصيف هي وأطفالها الرضا تسعة شهور يا مولانا وسنة ونص فدلوقتي أنا السؤال عن نفسي أنا شخصيا أدفع لها فلوس الطلاق يا مولانا نعم كده أدفع لها فلوس المأزون وتتطلق رسمي هو السؤال دلوقتي أنت دلوقتي تدفع لها فلوس المأزون لما تدفع لها فلوس تساعدية بيها على أنها تعيش عيشة كريمة أحسن أنا بس أدفع لها شهريا بس أنا أنا أظهي أنها لما نتاخد الأسامة تطلقها في فرصة أننا نطلع لها ماشيس أسنائي وميزات تانية بص حضرتك ده مش مهنتك حضرتك ولا شغلتك أنت شغلتك دلوقتي أنت تساعديها إذا كانت هي من مستحق فهتساعديها أنها تحسن حياتها وممكن تحسن حياتها بأنها ترجع تاني وينسلح حالها بينها وبين زوجها أنت لو عايز المسألة قولي خليها تضغط على زوجها ويروح يدر الإفتاء يعرف هم متطلقين ولا لا أمر التاني ببساطة خالص أنا مش شايف أن تنمية حياة الناس أن احنا نتفعلهم فلوس عشان يتطلقوا أنا شايف أن تنمية حياة الناس أن تتفعلها فلوسها تروح تتعلم حاجة عشان تجيب لنفسها فلوس عشان تخرج من أزمتها دي فأنت لو بتسأليني لا اتفعلها الفلوس تروح تتعلم خياطة ولا تعلم أي صنعة ولا تعلم أي حاجة عشان تقدر تجيب أموال لبيتها أم مسألة تتطلق ده حاجة بينها وبين جزء وهي إذا كانت عايزة تتطلق هتتصرف من المصدر اللي عندها وتروح تتطلق لكن أنا مش شايف أن أنت تدفعي فلوس ليها عشان تروح تتطلق عشان دايماً قالولنا كده حتى في رئيشات الزواجي ما تحاولش تنفذ رؤيتك في حياة الناس لكن حاول تعمل اللي مقتضى قواعد مهنتك اللي أولها أن أنت تحاول تصلح حياة الناس فأنتي شايفة أنه راجل وحش وراجل ضلق حضرك مش شغلتك أن أنت تشتغل في الإرشاد الزواجي ولا أنك أنت تنهي حياة الناس فلذلك سبيها حضرك ما تتدخليش في ده لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بينهم ولذلك أنا رأيي أن فلوس اللي حضرك هتساعديها بيها ساعديها أن هي تطور حياتها أفضل ما تساعديها أن هي تنهي علاقتها الزوجية بزوجها ترجمة نانسي قنقر